ورميتين للغدسية رميتين للغدسية وهذا صجل ريبوس عبدالله الصراف ويقول له سجل وهذا صالح يوسف صالح يوسف صالح يوسف لعب نادي الساحل رميتين للغدسية عبدالله الصراف 19 نقطة مسجل الصراف ورميتين للغدسية عبدالله الصراف في الربع الثاني مسجل ثلاث رميات وفي الربع الرابع رميتين مو مضيع ولا رمية الصراف الغاتسية يسجن الرميات الحرة الساحل يضيع الرميات الحرة ومن بداية المباراة ونقول اللي يبي ياخذ الكاس يسجن الرميات الحرة يسجن الصراف الرمية الثانية 74-68 وفي وقت مستخطع يطلبه مدرب نادي الساحل سالم الداود 36 ثانية على نهاية المباراة 36 ثانية على نهاية المباراة 74 الغاتسية 68 الساحل مباراة حلوة وقوية في نهاي كاس الاتحاد الكويت لثرة السلة للموسم الرياضي 2009-2010 الغاتسية بطل الدوري والساحل البريق القادم لان يسوي انجاز في بطولة الكاس المباراة الآن فيها 36 ثانية 36 ثانية مو شوية مو شوية 36 ثانية مو شوية 36 ثانية على نهاية مباراة النهائية 36 ثانية مو شوية Boxe مو شوية 36 يار 20 مع المو شوية مو شوية 37 نهاية مو شوية 65 مو شوية مو شوية نهاية المبارات فاضل كركدوش فاضل كركدوش الحاكم البحريني والكرة لمصلحة نادي الساحل 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 الكرة مع هيوستن هيوستن مع الكرة هيوستن لعب الساحل يحاول يحط الله يحط لثلاثية هيوستن ثلاثية هيوستن هيوستن ثلاثية للساحل 30 ثانية اربعة وسبعين واحد وسبعين شوف هذا يحط له شايع شايع يحط له ثلاثية لانه والله ما كنته شوف كانوا مسكرين علي ما عليه يحط له ثلاثية المهم لاعب الساحل هيوسن او شايع ثلاثية للساحل ولكن في رميتين للغاتسية والرميات الحرة مهمة واللي راح يصوب منه عبدالله الصرف عبدالله الصرف مسجل واحد وعشرين نقطة واحد وعشرين نقطة ومو مضيع ولا رمية حرة مسجل الصرف الرميات الحرة سبع رميات وهذه الرمية الثامنة الصرف يسجل الرمية الاولى عبدالله الصرف راح يرمي الرمية الثانية قائلين لك الصرف يصرف يصرف اقوال يصرف لغات يصرف فلوس الصرف الرمية الثانية يسجل الرمية الثانية عبدالله الصراف والكرة مع شايع يحاول يحط لثلاثية شايع الضيع يأخذ مرة ثانية ويصفر الحاكم الكرة لمصلحة الغدسية 22 ثانية 76-71 76-71 والكرة لمصلحة نادي الغدسية ووقت مستغطا يطلبها مدرب نادي الغدسية جوردان كودة بالطول جوردان كودة بالطول يطلب الوقت المستغطا هذا جمهور الغدسية اللي يحضر نبارات اليوم نهائي الكاس ووقت مستغطا 76-71 فرق 5 نقاط 22 ثانية والساحل رح يعمل فاول علشان الغدسية ما يضيع الوف رح يعمل فاول بس لازم يعمل فاول من عليه ما يعمل فاول على عبدالله الصراف لأن الصراف رح يسجل لازم يعمل فاول على لاعب ثاني غير الصراف اللي ممكن يضيع الرميات الحرة وهذا سالم الداود يقول لي لاعبين اضغط شوية على الغدسية واعمل فاول بسرعة واذا خدت الكرة اهجب بسرعة على السلة وحط لك ثلاثية وايضا جانب من هذا لاعب نادي الغدسية اللي هو ولد مدير كرة السلة في نادي الغدسية هذا راشد هاني الملة الكرة للغدسية من نص الملعب وهذا هذي لاعبين الغدسية الكرة مع أحمد سعود أحمد سعود فاول فاول شوف فاول لمصلحة الغدسية لأحمد سعود أحمد سعود هذا الحكم الدولي السعودي عبدالله العجلان يقول في فاول على أربعة تعش الشعيب مهنة الشعيب مهنة الفاول الخامس الفاول الخامس على الشعيب مهنة ثمسة فاول الشعيب الشعيب مهنة الشعيب الفاول الخامس على الساحل وأحمد سعود رح يرني رميتين رميتين أحمد سعود لاعب الغاتسية مسجل لأحد الآن سبع نقاط الربع الرابع ما سجل أحمد سعود ولا نقطة والربع الثالث أيضا ولا نقطة الربع الثاني نقطتين الربع الأول خمس نقاط أحمد سعود الرمية الأولى أحمد سعود يسجل الرمية الأولى أحمد سعود رح يرمي الرمية الثانية أحمد سعود الغاتسية الرمية الثانية أحمد سعود يسجل أيضا الرمية الثانية ثمانية وسبعين وواحد وسبعين خمس ساعة الثانية هيوستن هيوستن الضيع يأخذها مرة ثانية الساحل إلى هيوستن يحاول يحطها ثلاثية هيوستن واضضيع مرة ثانية الشمري تحت السلة يحطها ثلاثية عبدالله الشمري واضضيع يأخذها جوين ويصفر الحاكم معنى عن نهاية المباراة بفوز نادي الغدسية على الساحل ثمانية وسبعين الغدسية واحد وسبعين الساحل نقول مبروك لنادي الغدسية حصولها على كأس الاتحاد الكويتي لكرة السلة للموسم الرياضي 2009-2010 للمرة 23 للمرة 23 الغدسية يحصل على كأس الاتحاد جدول الكاس لعبنا نادي النصر غلبنا ونادي الكويت دوقنا ونادي التضامن ورينا ونادي الشباب عصرنا ونادي الساحل غلبنا هذا الكاس وأخذنا نادي الغدسية بحولة يودينا سجلنا الثلاثيات والفاول حطينا الدوري من أول أخذنا وياينا حق الكاس ويبنا وفي اسم الغدسية سجلنا مستوى السلة طورنا كل فريق لعب ويانا تعبنا هذا فهاد وشفنا وأحمد سعود عرفنا عبدالله الصراف على الرأس حطينا وعبدالعزيز الإحميدي على الشتف شلنا صقر عبدالرضى بالملعب دورنا وناصر الضفيري في كل مباراة بغينا وعيال سالمين والامطيري ومحمد ماجد والامكيمي ومصعب أي واحد تبيه تلقاه والأمريكان مايكل وجويل قالوا إذا ما أخذنا الكاس يا ويلنا ويلاه ومدربنا المغدوني جوردانكو مدرب الفريق حطينا ومرتضى سيد بالعين والرأس وعلى شتوفنا رفعنا والمدير براشد والمشرف الفلشاوي قالوا اللي بغينا سوينا وسلامتكم والغتسية بطل الكاس للمرة ثلاثة وعشرين بطل الدوري بطل الدوري الغتسية للموسم 2009-2010 مبروك مبروك لنادي الغتسية حصولها على الكاس للمرة ثلاثة وعشرين مباراة حلوة قدمها الساحل أمام الغتسية في نهاء الكاس مباراة حلوة حقيقة قدمها نادي الغتسية والساحل في نهاء الكاس لحمدان لحمدان الغتسية بطل الكاس للموسم رياضي 2009-2010 مبروك للغتسية ولمجلس إدارة نادي الغتسية وأيضا الحقيقة مبروك للساحل ومجلس إدارة نادي الساحل للمركز الثاني وأيضا مبروك للفريق نادي كاظمة ومجلس إدارة نادي كاظمة حصولهم على المركز الثالث السيد خليل